السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية أجد الألوان الجزء الثاني هيا بنا نبدأ إحلتنا في فهم الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة يفسر معاني المفردات تفسيرا مناسبا يحدد الأفكار الرئيسة والتفاصيل للأبيات المحددة من الخامس إلى الثامن تحديدا صحيحا درسنا في الحصة السابقة قصيدة تجد الألوان للشار محمد جمال عمرو وتحدثنا عن أهمية الألوان في حياتنا كما ناقشنا الفكرة الرئيسة للبيتين الأول والثاني وهي تخيل اختفاء الألوان من الحياة وكذلك ناقشنا أثر غياب الألوان على الكون والطبيعة ولكن هل تساءلتم عن الآثار الأخرى لغياب الألوان؟ فهيا بنا إذن فعنوان درس اليوم تجد الألوان الجزء الثاني وقبل أن نبدأ تذكر أننا في هذا الدرس سنتناول شرح الأبيات من البيت الخامس إلى البيت الثامن فهيا بنا لنقرأ الأبيات ونستنتج الأفكار تهرب ألوان الطاووسي ألوان كتابي ودروسي حتى كراسات الرسمي ما عادت تزهو ألوان لو غابت ألوان الصوري والأحياء وكل البشر ينتشر الحزن فيؤلمنا أبدا لن نرضى الأحزان والآن عزيز الطالب سنقوم بشرح البيتين الخامس والسادس ومن خلال كراءتك لهم أجب عما يأتي ما أجمل الطيور شكلا؟ أحسنت إنه الطاووس ويلقب بملك الطيور ترى لماذا يلقب بذلك؟ انظر إلى صورته ماذا تجد؟ رائع إنه يتمتع بألوان زاهية بديعة تسر الناظرين بينما لو نظرت إلى صورته وقد رحلت عنها الألوان فكيف تجدها؟ بالطبع كما قلت غير واضحة كئيبة لا حياة فيها لا تجذب الناظرين إليها أيضا انظر إلى كتبك المدرسية تجد أنها مليئة بالصور الجميلة والألوان الزاهية ولذلك تتفاعل معها فتقرأ وتدرس وتكتب ثم تمسك فرشات الألوان لكي ترسم وتلون وتبدأ لوحة جميلة فما الذي يجعل كراسات الرسم مشركة وزاهية؟ أحسنتم إنها الألوان إذن ما معنى تزهو؟ رائع أحسنتم تشركوا إذن هل نستطيع أن نستنتج الفكرة الرئيسة لهذا المقطع؟ رائع أحسنتم هي أهمية الألوان في تنمية المواهب الفنية للأطفال هيا نكمل شرح الأبيات أبنائي أقرأوا البيتين السابعة والثامن ثم انظروا إلى صور البشر والكائنات الحية والمناظر الطبيعية وقد اختفت منها الألوان كيف بدى شكلها؟ بالطبع كما قلتم شاحبة كئيبة تشعرنا بالحزن والألم لكننا لن نستسلم للأحزان ولن نيأس أبدا سنبقى متفائلين نحب الطبيعة والحياة ونحافظ عليها وستبقى الألوان تنشر الفرح والسرور إذن ينتشر ما مضادها أحسنتم ينحسر فنقول ينتشر الفرح وينحسر الحزن والألم أيضا ما مضاد كلمة نرضى؟ في بداية القصيدة كيف كانت الألوان؟ أحسنتم كانت غاضبة إذن مضاد نرضى؟ رائع مغضب فماذا يسبب اختفاء الألوان بالنسبة لنا؟ أحسنتم رائع إذن الفكرة الرئيسة لهذا المقطع هي اختفاء الألوان يسبب الحزن والألم والآن بالاعتماد على ما تم شرحه قم بإيقاف المقطع ثم أجب عن السؤال بمفردك وهذا أيضا يحتاج للتفكير جرب أن تجيب عنه وحدك والآن سنقوم معا بحل هذا التدريب ولكن قبل ذلك يمكنك إيقاف المقطع وحل التدريب ثم أكمل لتتأكد من صحة إجابتك هيا صل العبارة في العمود الأول مع ما يناسبها من شعور في العمود الثاني فيما يأتي أحسنتم سنقرأ العبارة في العمود الأول ونبحث عن الشعور المناسب في العمود الثاني هيا فانسحبت من كل مكان هل تتذكر عندما غضبت الألوان ماذا فعلت؟ أحسنتم انسحبت إذن ما يناسبها؟ أحسنتم الغضب بل بستان بهي اللون عندما نصف شيئا بالجمال هذا يسمى رائع إعجاب إذن ما يناسبها؟ أحسنتم الإعجاب ما عادت تسهو ألوان اختفت الألوان اختفى الشيء الجميل هذا يسبب لنا أحسنتم الحزن رائع أيضا سنقوم بالإجابة معا عن هذا السؤال ما المعنى الذي تستنتجه مما يأتي؟ ذكر أمثلة متنوعة للألوان من النبات والحيوان والجماد ما الأمثلة التي ذكرها الشعر للألوان؟ أحسنتم رائع ذكر الشعر ألوان الأشجار الخضراء ألوان الورود الحمراء ألوان الطاووسي ألوان كتابي ودروسي أحسنتم إذن ذكر الشعر هذه الأمثلة ليدلل على أن الألوان موجودة في كل مكان في الحياة هكذا أحبائي وصلنا إلى نهاية رحلتنا لدرس اليوم حيث شرحنا الأبيات من الخامس إلى الثامن وعرفنا أهمية الألوان في التعليم وتنمية المواهب الفنية للأطفال وكذلك توصلنا إلى أن اختفاء الألوان يسبب الحزن والألم وسنكمل في الجزء الثالث من الدرس الاستمتاع مع الشعر بحديثه عن تعدد الجمال والألوان في الكون يساعد الإنسان فإلى اللقاء في الدرس القادم أأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بدرس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته